من العبث أن تنظر إلى شخص المسيح من وجهة واحدة شخص المسيح ينبغي أن تنظر إليه من وجهتي تأمل المسيح وهو يأكل وهو يشرب وهو يتعب وهو ينام وهو يموت وليس أمامك مفر من أن تقول أنا أمام إنسان نعم ونحن نوافقك فهو يمكن أن تنظر إليه من كونه ابن داود ابن داود إنسان فهو صار من ناس داود يتعب يأكل يشرب ينام يموت أيضا لكن لا تتوقف عند هذه الوجهة فعندما ترى شخص المسيح يقيم الموتى عندما ترى شخص المسيح يمشي على الماء عندما ترى شخص المسيح يسيطر على قوى الطبيعة وعلى الأرواح الشريرة عندما ترى شخص المسيح يقول عن نفسه أنا والله واحد عندما ترى شخص المسيح يقبل العبادة والسجود من الناس لا يمكنك أن تقول إلا أنك أمام الله هذا هو سر العجب في شخصية المسيح هو ابن داود وهو ابن الله هو إنسان وهو أيضا إله لكن أرجو أن تلاحظ معي ما سبق وذكرت في حلقة سابقة وأؤكد نحن لا نقول أن الله تحول وصار إنسان ولا نقول أن الإنسان تعالى وصار إله ولا نقول أن شخص المسيح هو مزيج من اللهوت والنسوت نصف إله ونصف إنسان كلا إذن ماذا نقول؟ نقول أنه قد اتحد غير المحدود بالمحدود فلم ينقص ليصبح غير محدود والمحدود لم يزد ليصبح غير محدود ظل الله اللا محدود لا محدود وظل الناسوت المحدود محدود في اتحاد عجيب وبديع بحيث في نفس اللحظة يمكنك أن ترى الله ويمكنك أن ترى الإنسان ترى المسيح الذي يبكي على قبر العازر الإنسان وطرى المسيح الإله الذي يخرج الميت من القبر بعد أن أنت